في مصر الحقيقة لا زال الأزهر الشريف على الموعد للمرة الثالثة الآن على التوالي يصدر الأزهر الشريف بيان يتماشى مع قيمة الأزهر الأزهر بأمانة بيخوض معركة شريفة هذه المرة الأزهر موقفه منذ اللحظة الأولى هو موقف يليق بالأزهر الشريف يليق بالشعب المصري يليق بقيمة الأزهر الشريف يليق بأن هذه هي المنارة في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع بيان من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذي وجه ببيت الزكاة والصدقات المصري بإطلاق حملة أغيث غزة تحت شعار جاهدوا بأموالكم وانصروا فلسطين لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لهم أشار بيت الزكاة والصدقات أنه تم فتح باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية لدعم أهلنا في قطاع غزة وذلك في إطار برنامج إغاثة أحد برامج بيت الزكاة والصدقات المصري اللي عايز أقوله هنا أنه ناس كتيرة جدا بتبعت لي بتبعت للزملاء بتبعت على منصات مكملين وعند كل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يا جماعة إحنا عايزين نتبرع لإخواتنا في غزة أنه يا جماعة إحنا عايزين نساعد أهلنا في غزة مش عارفين نتبرع لمين طب إزاي في مؤسسات دولية الناس بتعلن عنها في بريطانيا في تركيا في أماكن أخرى لكن الناس في مصر مش عارفة تدفع فلوس ومش عارفة تتبرع للمؤسسات دي لأسباب مختلفة البانك ترانسفير واقف المش عارف في مشكلة في الإيه أوكي كل ده تمام إنساء خالص أنت عندك الأزهر الشريف هذه المرة من أقوى المواقف الدعمة للشعب الفلسطيني هو موقف الأزهر فأنا بقول لكل الناس اللي عايزة تتبرع أو الأزهر الشريف بيعلن حضرتك عن أن بيت الزكاة والصدقات هيفتح باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية في إطار برنامج اسمه إغاثة اللي عايز يودي تبرعات أعتقد مش هتلاقي أسهل من كده اللي عايز يدعم أهلنا في فلسطين بأي طريقة بالمال بالمساعدات الطبية بالأكل بأي حاجة عندك برنامج اسمه إغاثة تبع بيت الزكاة والصدقات في الأزهر الشريف وبالتالي دي منصة موثوقة محترمة داعمة للشعب الفلسطيني وبالتأكيد ستصل مساعداتك لأهلنا في فلسطين الأزهر دلوقتي بينتقل من منحلة بيانات الإدانة لمرحلة الفعل الأزهر اللي الناس اتظهرت فيه داخل الحرم الجامع الأزهر يوم الجمعة اللي فات بعد خطبة الجمعة دلوقتي بينتقل لمرحلة الفعل وجه نداءه للشعوب وجه نداءه للشعب الفلسطيني وجه نداءه للحكام العرب وجه نداءه للمتخذلين عن نصرة القضية الفلسطينية دلوقتي جيه وقت ان الأزهر ياخد خطوة قدامه يقول للناس اللي عايزت برع يجي ورانا احنا موجودين احنا بندعم أهلنا في فلسطين بالمال وبالدواء وبالمساعدات الغذائية مرة أخرى دا موقف محترم هذا هو الأزهر الذي يتمناه كل مسلم هذا هو الأزهر وهذا هو دوره دور عظيم ودور مهم لأنه ناس كتير قوي عايزة تتبرع ومش عارفة تتبرع ازاي فالحقيقة كل الشكر ليه شيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر الشريف على هذا الموقف المحترم